اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وتحسين جودتها وتعزيز استدامتها جاء ذلك لدى قيام معاليه بزيارة تفقدية إلى مركز مدينة حمد الصحي بالمحافظة الشمالية لمتابعة آخر مستجدات مشروع التسير الذاتي حيث أثنى معاليه على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي والذي يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة والتنفسية في تقديم الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين كما أشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن مشروع التسير الذاتي والذي يندرج تحته برنامج اختر طبيبك يدعم استبرارية كافة الخدمات الصحية المقدمة بأنواعها لتكون ذات جودة عالية وتتسم بالتنفسية وتقليل وقت الانتظار للخدمات التشخيصية والعلاجية وتعزيز الخدمات وتطويرها لتقديل الحاجة لإدخال المرضى إلى المستشفيات بالإضافة إلى توفير حرية الاختيار للمواطن من بين المستشفيات الحكومية لتلقي كافة الخدمات بالمجان هذا وأشاد معاليه بالدور الذي تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس للخدمات الصحية في المملكة